موسيقى ازايكم النهاردة عاوز اكلمكم عن مفهوم الديسجن فتيج او الارهاق الزهني والعصبي الناتج عن اتخاذ قرارات كتيرة 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 خلال حياتنا اليومية اللي اغلبها بتكون ممكن تكون هيفة او مش مؤثرة اوي بصراحة الفكرة جاتني من دور البرد الشديد اللي عندي جيوبي الانفية لان الحاجات دي عامل ارهاق طبيعي ففكرت في مفهوم الارهاق وتذكرت اول مرة اقرأ عن الديسجن فتيج من سنين طويلة اوي لما كان حتى اولادي صغيرين ومن ساعتها اخدت قرار ان انا احاول ابسط حياتي وساستمها بحيث ان انا مضطرش ان انا اخد قرارات كتيرة اوي كل يوم كل يوم كل يوم ابسط حاجة لما ست تروح تسأل جوزها هتاكلوا ايه النهاردة ده قرار الراجل بيتدايق وتلاقي كده على الفيسبوك كل الرجال قاعدين عمالين يتكلموا بيستسألونا هنأكل ايه النهاردة السؤال الازلي كذا 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 السؤال العبيد ده له دلالات كتير اول دلالة فيه ان الست محتارة لازم تاخد قرار هتاكلوا ايه الراجل كمان يعني السؤال ده كمان له دلالة على الموقف الراجل ان الله ما تأكلين اي حاجة من انت اللي مسؤول اللي هتشغلي بالي بالحاجات اللي تغضبر تفهى بالنسبة وقيصوا على السؤال ده هو حاجات كتير اوي اوي في حياتنا حلبس ايه النهاردة حروح فين حنخرج فين حنعمل ايه حنسوي ايه كلها حاجات بتحصل في مدار اليوم وبناخدها ببساطة لكن مخنا ما بيتعاملش معاها ببساطة مخنا بيدي نفس الطاقة الزهنية والعقلية لاي موضوع زي اي موضوع تاني امر او قرار متعلق بفلوس او بشغل زيه زي هلبس ايه النهاردة زيه زي هاكل ايه النهاردة كل ما يقع تحت قرار وكلمة قرار هنا في مجتمعنا دايما مربوطة بحاجة مصيرية بشيء ضخم بأمر كبير مع ان كل حاجات بسيطة قوي 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 في حياتنا تعتبر قرار لما يرن المنبه الصبح وابص فيه وبدل ما قوم احطه على سنوز ده كان قرار ان انا اخد الابس الازرق بدل الاحمر ده قرار ان انا اتصل بحد عشان اسلم عليه او عشان اطلب منه حاجة او واتفر ده قرار لما افتح التلاجة واعد ابص فيها وفي كل الرفوف يمين وشمال وقرر في الاخر ان انا امدي ايدي على حاجة معينة واكلها ده قرار كلمة قرار حتى كمان اللي درسوا في برو جرامينج يعرفوا ده ولما بنرسم الفلوت شارت وبنوصل لخطوة معينة هتاخد المسار اليمين واللي هتاخد المسار الشمال ده قرار نوعية القرار بقى هنا اللي تختلف هل هو قرار مؤثر ولا مش مؤثر تافه ولا مش تافه ده كل واحد يقرر بينه وبين نفسه فمفهوم decision fatigue مفهوم حلو قوي قوي وهو ان القرارات اللي بناخدها على مدار اليوم بتستهلك جزء من الطاقة العقلية بتاعتنا فنعمل ايه بقى نحاول نقلل من القرارات اللي ملهاش لازمة عشان نوجه كل طاقتنا للحاجات الكبيرة المؤثرة في حياتنا على سبيل المثال زمان كانوا بيعملوا ميل بلانز دي انا اكتشفتها في المجلات القديمة وفي الكتب القديمة الموجهة لسيدات البيت ان ان زمان خصوصا في الخمسينات دي فترة رائعة جدا فترة الخمسينات دي كانت الستات فيها اغلبهم متعلمات وراحوا المدارس واتعلموا اصول ادارة البيت على الاصول نرجع للميل بلانز كانت الست في بداية كل اسبوع تحط خطة هتطبخ ايه على مدار الاسبوع لان ده بيأثر على هتروح تشتري ايه من عند البقال والجرزار وبتاع الخضار وكل الحاجات دي فتبتدي تكتب انا على مدار الاسبوع ده هنفطر ايه هنتغدى ايه هنتعش ايه هعمل ايه سناكس للولاد كل الحاجات دي تبقى كتباها ومجهزاها الحاجة التانية مثلا اللي انا لقيتها يعني بتسهل حياتي قوي ان انا برتب هدومي بشكل معين بحيث ان انا الصبح ما عودش بص فتحة دولاب وبص واقول انا هلبس ايه النهاردة لأ انا باخد التقم اللي عليه الدور بلبسه وبطلع بشوف حياتي وبروح شولي وبقابل الناس وبصور فيه بفيديو وبعد كده بحطه في اخر الدولاب واخد اللي بعده وحكذا بحيث ان انا الصبح ما عودش افكر يعني اللي احنا بنخططه في الويج اند او في يوم الاجازة مهم جدا جدا عشان يقلل الديسجن فتيج اللي بيحصل لنا على مدار الاسبوع لما كل واحد فينا يبقى عارف هو هيعمل ايه على مدار اليوم خلاص بقى ما بعودش افكر انا هعمل ايه انا هروح فين انا هكلم مين فيوم الاجازة ورقة وقلم ونقود نخطط كل واحد بقى يخطط للحاجات المهمة في حياته اه يمكن مثلا انت كراجل مش مسؤول على تقرير اه او اتخاذ قرارات كبيرة عن تريب بشأن هتاكلوا ايه النهارده لكن ممكن مثلا تقول لمراتك انا نفسي الاسبوع ده اناكل اكل اكل سمك هي هتاخد المعلومة دي وتحطها في الجدول بتاعها وتحط كده انها هتعمل اليوم الفلاني اكل 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 السمك تقوم تجهز لو انت طالب انت عارف ايه اللي مفروض تعمله في اليوم ايه المواد اللي مفروض تدرسها في اليوم لو عندك دروس خصوصية لان خلينا واقعين كلكم بتاخدوا دروس خصوصية ما فيش مشكلة لو عندك دروس خصوصية ايه دي الدروس الخصوصية بقى انا عندي مسافة ما بين الدرس ده ولما ارجع البيت طب هريح شوية طب هعمل شوية جدولة حياتنا بتساعد ان احنا نتخلص من الارهاق الزهني والعقلي والنفسي كمان الناتج عن اتخاذ قرارات سويرة مش مؤثرة فلما نحاول نقلل ده بيبقى عندنا مخزون الطاقة بتاعنا بنحافظ عليه ونوجهه للحاجات الكبيرة طيب ازاي بقى نعرف يعني ايه القرارات اللي انا باخدها في اليوم نحط نفسنا تحت الملاحظة كام يوم كده ونشوف من ساعة ما بنصحى من النوم بناخد القرارات الصغيرة دي قد ايه وايه القرارات الصغيرة ديه هل مثلا بقعد افكر هفطر ايه الولاد وجوزي الصبح هل مثلا بتوعد تفكر يا تارا النهاردة اكلم فلان واخرج معاه ولا اعود في البيت مع الولاد ولا اهتم بحاجة معينة انا اعايزها ولا اتفرج على حاجة على التليفزيون لو لو بتيجي هذه الفترات او اللحظات في اليوم اللي بتبقى محتار ما بين من اكتر من اختيار يبقى ده موضع decision موضع قرار هنا افكر فيها والله انا ممكن اثبت يوم في الاسبوع بقابل فيه صحابي وبالتالي يبقى عندي يوم او ايام ممكن اختار منها ان انا اعود مع الولاد او اثبت يوم ان انا هخرج فيه مثلا مع امراتي او هنقعد سوا ناخد كبايتين شاي ونقعد في البالكون هنتكلم سوا او مثلا بذاكر لحاجة معينة انا من الساعة كذا للساعة كذا هذاكر هذا الشيء فخلاص بقى انا قدامي مسلا ساي من ستة ال 11 الساعات دي خمس ساعات اهوت اعمل فيهم ايه هلا لعب ولا اقرأ كتاب ولا اكلم صاحبي وننزل نتسنكح في الشارع شوية ولا انزل مش عارف ايه لكن لما يبقى فيه يوم متجدول هعرف هبتدي بقى خلاص بقى محترش يمين ولا شمال ولا في النص خلاص انا عارف انا هعمل ايه فكروا في المفهوم ده انا شخصيا لما تعلمت عنه وتعلمت الاساليب اللي اقلل فيها الارهاق الزهني والعصبي من بيسموها يعني القرارات الصغيرة العبيطة دي اللي بناخدها على مدار اليوم ارتحت جدا 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 جربوها ولو عايزين اي معلومة زيادة اكتبوا لي تحت في التعليقات ونشرح لكم زيادة